اشتركوا في القناة اليومي لوزارة الصحة السعودية اليوم الأحد 26 سبعة 2020 الموافق 5 زلحجة 1441 عن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وحالات الشفاء وحالات الوفاء الصحة تعلن عن تسجيل 1968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد وتسجيل 30 حالة وفاء رحمهم الله وتسجيل 2541 حال التعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 220 323 حالة ولله الحمد أما بالنسبة للأعداد حسب المدن اليوم سجلة الهفوف 208 الطائف 195 الرياض 126 مكة المكرمة 109 حفر الباطن 90 المبرس 86 بريدة 77 الدمام 64 المدينة المنورة 59 عنيزة 58 جدة 41 جزان 36 الرص 33 الزهران 28 أبه 27 خمس مشهيد 25 شرورة 24 نجران 23 أما عن باقي المدن السعودية فهي أمامكم على الشاشة وبكده وصل الإجمالي حتى اليوم في السعودية 266 941 حالة أما إجمالي حالات التعافي 220 323 حالة أما إجمال الوفيات في المملكة العربية السعودية حتى اليوم 2733 حالة 43 885 حالة نشطة منها 2120 حالة حرجة أما عالميا وصل الإجمالي إلى 16 55 909 حالة أما إجمالي حالات التعافي عالميا 9 267 601 حالة أما إجمال الوفيات عالميا 644 661 حالة أدمن لكم التقرير اليومي لوزارة الصحة السعودية عن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد 26 7 2020 الموافق 5 زلحجة 1441 ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته